ياهلا وحياكم الله أغلب الشباب اللي يسوين تجميعات الأيام هذه صاروا يخلون اختيار الكيس هو آخر خطوة بعد اختيار كافة مكونات الجهاز وفي الغالب أصحاب التجميعات الاقتصادية يتوجهون إلى كيسات تكون رخيصة نوعا ما وغالبا أو دائما مع الكيسات الرخيصة لا بد أن يحصل لك تضحية في شيء إما في متانة الهيكل أو في شكله أو في الأداء الحلالي الخاص فيه أو حتى برضو نظام التبريد اللي راح انت تركبه على جهازك في حلقة اليوم راح نلقي نظرة على واحد من الكيسات الاقتصادية ولكن مختلف عنا الباقي خلوكم معنا دائما ما تكون الكيسات المتوسطة والاقتصادية تجمع ما بين السعر والمميزات خاصة من ناحية جودة التصنيع أو الأداء الحراري لكن مع كيس كولر ماستر بوكس MB511 قدمت كولر ماستر سلسلة الماستر بوكس التي تقدم تحسين في كل المميزات التي جعلت هذه السلسلة الأشهر ما بين الكيسات مع الجيل الجديد من كيسات ماستر بوكس تم تقديم أداء تدفق هواء أكثر من السابق يسمح لك بتركيب أي عتاد على هذا الصندوق دون عمل أي حساب للحرارة التصميم الخاص بهذا الكيس مقدم بشكل إنسيابي أقل ما يقال عنه أنه مميز وجودة التصنيع أيضا ممتازة فالهيكل بالرغم من كونه خفيف إلا أنه متين والغطاء الجانبي أيضا سميك وقوي ولو حبينا نلخص هذا الكيس بجملة وحدة راح تكون كيس يوفر تدفق هواء عالي فمن الأمام عندنا الواجهة المفتوحة والمغطات بالفتحات الصغيرة تعمل على إدخال الهواء بشكل كبير من الأمام وأيضا من الأطراف ويقع خلف هذه الواجهة الذي نقدر إحنا نزيله عشان ننظفها ثلاثة مراوح بحجم 120 ميلي من نوع RGB كل مروحة منها تعمل بسرعة دوران 1200 دورة في الدقيقة وكل مروحة توفر عدد 9 شفرات تسحب الهواء بشكل كبير وهذا الكيس يوفر لنا إمكانية تركيب 6 مراوح وأيضا من الخلف تتوفر عندنا مروحة وحدة بحجم 120 ميلي قياسية ما فيها RGB تعمل على سحب الهواء إلى الخارج يمكن أيضا زي ما قلنا إضافة المزيد من المراوح أعلى الصندوق إما بحجم 120 ميلي أو 140 ميلي وصندوق الـ MB511 يقدم لنا دعم للتبريد المائي المغلق بكافة أحجامه ففي الواجهة الأمامية نقدر نركب مبرد بحجم 360 أو 280 أو 240 وأيضا أعلى الجهاز نقدر نركب نفس المبردات ومن الخلف عندنا إمكانية نركب مبرد بحجم 120 ميلي متر خلف الجهاز ليكون متناسب مع كافة خيارات التبريد المائي المغلق أيضا الغطاء القابل للإزالة في مقدمة الكيس يعمل كفلتر لمنع دخول الغبار بالإضافة إلى توفير فلتر علوي ممغنط مع فلتر سفلي لمنع دخول الغبار خيارات التوصيل الخاصة بالإقراس التي يقدمها هذا الصندوق هي قرصين بحجم 3.5 أو 2.5 ومتواجدة في الناحية الخلفية التي تكون مخفية بشكل كامل كذلك نقدر نركب قرص بحجم 2.5 على قاعدة الجهاز في موضعين على حسب الرغبة صندوق الماستربوكس 511 أيضا يقدم دعم للوحات الـ ATX والـ Micro ATX ولوحات الميني وأيضا من ناحية دعمه لبطاقات الرسومية نقدر ركب فيه بطاقات يصل حجمها إلى 410 ملي وأبعاد الكيس أيضا مناسبة لوضعه في أي مكان مزود الطاقة أيضا مخفي في هذا الصندوق بشكل كامل ومفصول من أجل رفع مستوى الأداء الحراري لهذا الصندوق ومن الخلف تتوفر عندنا مساحة كافية لتدعم تنظيم الأسلاك بشكل كبير مهما كان نوعه وأيضا تتوفر عندنا نقاط تثبيت متعددة خلال الجزء الخلفي عشان نقدر نسوي ترتيب الأسلاك مع مساحة كافية أيضا لترتيب الأسلاك الأساسية وشقوق في مواقع صحيحة تقدر من خلالها توصل كل الأسلاك للماذر بورد بكل سهولة واجهة التشغيل أيضا الأمامية تقدم منفذي USB 3.0 مع مفتاح التشغيل ومفتاح إعادة التشغيل ومنفذين للصوتيات أبرز ما في كيس الماستر بوكس 511 هو الجانب الزجاجي الذي يبين العتادة الموجود بالداخل ويدعم هذا الصندوق أيضا أنظمة التحكم بإضاءة الـ RGB على كافة اللوحات التي توفر هذا الخيار وفي حال عدم توفر هذا الخيار في لوحتك يتوفر مع كيس الماستر بوكس 511 متحكم يدوي تقدر أن تتركبه في أي مكان وتتحكم بآلية إضاءة وتغيير الألوان مجبلا صندوق الماستر بوكس يقدم أفضل أداء ومميزات مقابل السعر بل أكثر من ذلك فبسعر 300 ريال تقريبا أو 75 دولار تحصل على صندوق يعطيك أداء تبريد عالي من ناحية تدفق الهواء بمراوح عالية الأداء ومخصصة لسحب الهواء مع دعم لكافة أحجام التبريد الماء المغلق في ثلاثة مواضع وكلها توفر فلاتر لمنع دخول الغبار أيضا تتوفر مع هذا الكيس إمكانية تنظيم الأسلاك وإخفاء الأجزاء الغير مرغوب فيها علشان تطلع تجميعتك بأفضل شكل داخل هذا الكيس وأخيرا لا ننسى النافذة الزجاجية التي تخليك تطل على المكونات الموجودة داخل هذا الكيس واللي تضيف لمسة جمالية لهذا الكيس أتمنى أن تكون نظرتنا على كيس الماستربوكس 511 نالت على استحسانكم بالفعل كيس جميل جدا وسلسلة الماستربوكس أيضا سلسلة جميلة وجديرة بالاهتمام إذا كان عندكم أي استفسارات حول هذا الكيس أو أشياء ثانية أتمنى أنكم تشاركونا فيها أسفل هذا الفيديو وتعطونا أراءكم في هذا الكيس هل يستاهل؟ ولا لا ولا تنسوا دائما الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا كان معكم وخوكم بندر كل عام وتب خير وشوفكم إن شاء الله في علقة جاية